اشتركوا في القناة تاني وهي ما كنتش قادر اعمل الفيديو او قادر اتكلم عليه انتو قلت في اخر فيديو اني هتكلم في الفيديو ده عن عيب الا وهو يعني عيب كده في الهواتف الشفافة او النسخ الشفافة من هواتف الريد ماجيك ويه حد من المتابعين او كزا حد يعني بعتلي وكانوا عايزين يعرفوا ايه العيب ده فهنعرف مع بعض النهاردة ونشوف ايه هو العيب او ايه هي المشكلة اللي اتكلمت عليها. يا ريت بس ما تنسوش اللايك ولو انت اول مرة تشوفنا يا ريت تشترك وتنورنا ويلا بينا نبدو. قدنا كده على المقطع اللي قدامنا ده ده تراب موجود في ظهر التليفون يعني عندما كان المروحة كده او فتحات المروحة. طبعا انا يعني مقرب الصورة عشان كانت الصورة تباني يعني او التراب لبان. وطبعا التراب كان اكتر من كده وانا حاولت يعني انضفه. بس ما زال التراب مش بيتنضف. وزي ما احنا شايفين كده باين اوي في الظهر بتاع التليفون يعني. ومخلي بصراحة شكل وحش جدا. بعيدا عن موضوع الشكل بتاع التليفون. هل موضوع التراب ده او الحاجات اللي بتدخل من مكان المروحة? هيكون مسلا لها اي تأثير على الهاردوير او على اداء الجهاز نفسه? في الحالة دي تقدر اقول لكم لا ما فيش اي تأثير. والمشكلة ما لهاش اي علاقة بالهاردوير عشان كده قلت العيب في الهواتف الشفافة فقط عشان هو هيأثر على الشكل مش اكتر من كده. حد هيجي يقول لي طيب انت بتقولي الكلام ده ونان على ايه هو انت فتحت التليفون او شفته. الكلام ده مش من عندي ده من عند واحد امريكي كده مشهور اسمه جيري ريج بيعمل تير داون للتليفونات. وكان اعمل تير داون للريد ماجيك فايف جي وللريد ماجيك سيكس برو. وكان موضح ان التليفون يعني متأفل او معمول بصورة كويسة بحيس ان التراب ده لو دخل ما تأثرش على الهاردوير بتاع الجهاز. وقال كمان ان المروحة معمولة من الكربون بحيس انها متلمش تراب زي مثلا الفان او المروحة بتاعة الكمبيوتر. لما بتقعد مثلا وقت شغالة بتقعد تلم حواليها كده تراب كتير والياف. فبتعتر وما بتشتغلش. لكن في التليفون هنا الموضوع احسن كتير. زي ما قلنا معمول من الكربون بحيس ان ما يبقاش فيه تراب يقف على المروحة او يؤثر على المروحة في حاجة. بس للأسف الفتحات دي برضو بتدخل بعض الاطربة زي ما قلت هي بتبقى في يعني او بتبقى موجودة في الازاز بتاع الجهاز او الظهر بتاع الجهاز. فبتخلي الشكل بتاعه وحش مش اكتر ده للنسخ الشفاف. لكن لو انت معاك النسخ العادية سواء بقى ريد ماجيك 5G او 6 او 6 برو الالوان الصودة او البيضة او الكلام ده ما تقلقش منها في حاجة مش اثر على الجهاز ولا هتتعبك في اي حاجة. زي ما متعاوزين اني بتكلم عن مميزات التليفون او الجهاز لازم طبعا نتكلم عن العيوب. فنصيحة من اخوكم لو حد بيفكر يجيب النسخة الشفافة ما يجيبهاش ويخليه في النسخ العادية. بكده انو كنو وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. كل اللي انا عايزه منكم بس دعوة من القلب كده بالشفاء. عشان نرجع نعمل فيديوهات زي الاول ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.